موسيقى الجلوتين هو عبارة عن بروتينات طبيعية يمكن العصور عليها في العديد من الأطعمة لذا نقدم لك كل ما يتعلق بها من حيث الفوائض الصفية والأسار الجانبية المرتبطة بتناولها الجلوتين باختصار هو مركب بروتيني موجود بشكل طبيعي في بعض الحبوب بما في ذلك القمح والشعير وشوفان ويتكون من عنصران فرعيان هما الجلوتينين والجليانين ويتوفر الجلوتين في بعض مستحضرات التجميل مثل بلثم الشفاء وبعض المكملات الغذائية والأدوية كما يستخدم في صنع بعض الأغذية مثل العجين والمعكرونة حيث يمنحهم التماسك والمرونة الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين يجب على الأشخاص المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية تجنب جميع الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين وتشمل الأطعمة المصنوعة من الحبوب مثل القمح والخبز والحلويات والكعك والفطائر والبطاطس المقلية والمعكرونة واللحوم المصنعة وشراب الأرز البني ومشتقات الشعير بما في ذلك الخبز والخل والحليب وبعض أنواع صلصة الصوية يوفر الجلوتين العديد من الفوائض الصحية أهمها يحمي من السكتات الدماغية وجدت العديد من الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين يتناولون الجلوتين من 2 إلى 3 حصص يوميا ينخفض لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بمن يتناولونها حصة أقل مضاد حيوي يحارب الجلوتين البكتيريا المسببة للعديد من الأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي مثل التهبات الأمعاء ومتلزمة القبلون العصبي انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أكد بعض العلماء أن الأشخاص الذين تناولوا الجلوتين لديهم فرصة أقل للإصابة بداية السكري من النوع الثاني بنسبة 13% من أولئك الذين لا يشمل نظامهم الغذائي هذا البروتين التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب وجدت دراسة أجرتها كلية هارفرد للصحة العامة أن استهلاك الجلوتين ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 15% الوقاية من سرطان القبلون والمستقيم أعلنت منظمة الصحة العالمية في دراسة أجرتها عام 2015 أن تناول الحبوب الكاملة التي تحتوي على عائلة الجلوتين تقلل من خطر الإصابة بسرطان القبلون والمستقيم بنسبة 17% مضاعفات الجلوتين قد يسبب الجلوتين أسارا جانبية خطرة لدى بعض الأفراد وتشمل حساسية الجلوتين وهي عبارة عن قيام جهاز المناعة الذاتي بمهاجمة بطانة الأمعاء الدقيقة كردة فعلا طبيعية عند تناول هذا الجلوتين مما يؤدي إلى عدم انتصاص المواد المغزية في مجرى الدم وفقا لما ذكرته المؤسسة الوطنية للتوعية المجتمعية يمكن أن يسبب تناول الجلوتين أعراض مثل الانتفاخ والإسهال والتعب والصداع قد يسبب الجلوتين بعض اضطرابات الأعصاب وفي حالات نادرة السرطان وتجدر المراحظة هنا أن هناك مجموعة من الحالات الطبية التي يجب عليها تجنب الجلوتين وهي مرض الاضطرابات الهضمية وهو عبارة عن مرض يصيب الأشخاص عند تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين حساسية القمح الأشخاص المصابون بهذه الحساسية لا ينصح بتناول الجلوتين تجنبا لزهور بعض الأعراض مثل التورم أو الحكة في الفم أو الحلق وضيق في التنفس التهاب الجلد الحلائي الشكل دي اتش المصابون بهذا المرض قد يسبب لهم الجلوتين الطفح الجلدي أحمر اللون والذي يكون على شكل بثور أو نتوء التوحد وجدت بعض الدراسات صلة بين مرض التوحد واستهلاك الجلوتين فالمصابين لديهم فرصة أكبر في إنتاج الأجسام المضادة IGG والتي يمكن أن تتفاعل مع الجلوتين بشكل سلبي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر